شكرا لك مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرصان مصر على دعم التعاون مع جنوب السودان عبر تنفيذ مشروعات التعاون المشترك جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع عدد من الوزراء لمتابعة جهود تفعيل التعاون بين البلدين حيث أشار مدبولي إلى حرص الحكومة على جعم جهود الشركات المصرية لبدء تنفيذ مشروعات مشتركة مع جنوب السودان من جانبه أكد وزيري خارجية سامح شكري اهتمام مصر بدعم العلاقات التاريخية الوثيقة مع الأشقاء في جنوب السودان مضيفا أن الحكومة المصرية تنفذ بالفعل مشروعات تنموية في جنوب السودان فضلا عن منحو المساعدات التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لجنوب السودان وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطع غزة وأوضح حتى مصادر فلسطيني أن قصفا استهدف مخيم البريج وسط قطع غزة أصفر عن شهداء ومصابين كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطع كما قصف الاحتلال المنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوب قطع غزة انتشل الدفاع المدني فلسطيني ستين جثة من المجمع ناصر الطبية ليصل عدد الجثامين المنتشلة من المجمع من الجمعة الماضية إلى 210 وقالت المديرية العامة للدفاع المدني إن الجثامين ناتجة عن إعدامات ميدانية وأخرى تم دفنها فترة حصار المجمع الطبية وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان أن ما يصل إلى 2000 مفقود تحت الأنقاض في محافظة خان يونس وألف في المحافظة الوسطى مشيرة إلى أنهم لا يستطيعون إخراج الجثث لعدم توافر معدات وأليات ثقيلة لإزالة الأنقاض هاجم مستوطنون قرية تابرقة شرق رامالة بالضفة الغربية المحتلة وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المستوطنين أحرقوا ممتلكات الأهالي مشيرة إلى أن قوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الصوت والغازل سام المسي للدموع باتجاه أهالي القرية تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبنانية القصف المدفعي على طول الحدود وأوضح حزب الله أنه تم استهداف مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال في منطقة المطلة وتم تحقيق إصابات مباشرة وكما أعلن حزب الله أنه أسقط طائرة إسرائيلية مصيرة كانت في مهمة قتالية في جنوب لبنان أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطين نيتو يانسي ستنتنلبرج أن بعض أعضاء الحلف أرسلوا مستشارين عسكريين إلى كييف وقال إن الحلف ليس لدي نية لإرسال قوات للقتال في أوكرانيا ولا توجد خطط لتواجد الناتو هناك للقيام بدور قتالي ختم موجات الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم استكمال بقي فقرات صباح الخير يوم مصر موسيقى